مساكم الله بالخير ومواضيعنا اليوم ذات طابع أمني بس خلونا نرحب أول بضيفنا الملازم أول محمد الوزان ضابط في إدارة مكافحة الفساد هياك الله معانا ملازم أول طبعا إحنا سعيدين بوجودك معانا واليوم طبعا إحنا حابين نتكلم أكثر حول مبادرات وزارة الداخلية في مكافحة الفساد وفي تقرير رح نشوفه ولكن يعني بدي قبل ما نطلح قديد تقرير بس خلينا نعرف شنو أنواع أو أشكال الفساد اللي الإدارة متخصصة بمكافحتها أول شي أشكركم على حسن الاستضافة في برنامجكم الرأي على قناة تفزيون البحرين إدارة مكافحة الجرائم الفساد تعلق بالجرائم اللي منصوص عليه قانون العقوبات اللي هي أهمها الرشوة والاختلاص بالغطاء العام وأيضا الخاص وأيضا جريمة استغلال الوظيفة بسوء استخدام الوظيفة هذه القضايا يعني إذن هناك مجموعة من الأشكال المتنوعة للفساد اللي إدارة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية مشكورة تقوم بمكافحتها وطبعا مشاهدين اهتمام وزارة الداخلية بكافة القضايا اللي تهم الفساد تبدأ من خلال استقبالها لشكاوي واقتراحات الناس واستفساراتهم من قبل الإدارة مثل ما ذكرنا باعتبار أن الفساد جريمة خطيرة وظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة وتأثر على جميع البلدان وتزامنا مع اهتمام الأمم المتحدة بهذه القضية واللي خصصت لها يوم عالمي قررت وزارة الداخلية أنها تسوي معرض توعوي مثل اللي صار العام الماضي للاحتفاء بهذه المناسبة واليوم تم تدشين معرض اليوم العالمي لمكافحة الفساد في مجمع السيف تحت رعاية وزارة الداخلية بنشوف مع بعض هذه التقرير عن المعرض وبنرجع مرة ثانية مع ضيفنا في الاستوديو المال العام هو المال الذي يضمن توفير كل احتياجات المواطنين ولكنه الأكثر عرضة للسرق والاستغلال من قبل الكثيرين وهذا يدعى الفساد المالي إذا أردنا أن نقضي عليه أولا يجب أن نلاحظ ونرقب ثانيا قدم ملاحظاتك للخط الوطني الساخن لمكافحة الفساد ثالثا استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الآخرين طبعا مشاهدين التقرير اللي تشفنا كان يتكلم عن أشكال الفساد ومثل ما ذكرنا قبل ما نطلع في التقرير هناك أشكال كثيرة للفساد الإدارة طبعا تقوم بمكافحتها ولكن يعني ملازم أول محمد نحن حاولنا نتكلم أكثر يمكن على المعرض اللي تم تتشينه اليوم فاتكلمنا عن هذه المعرض المعرض اليوم تم افتتاحها نعم وبيكون من تاريخ في منطقة السيف مجمع السيف عفوا منطقة المنامة نعم بيكون من تاريخ 15 نوفمبر إلى 17 نوفمبر بيحتوي على العديد من الأقسام وبيكون فيه تواصل مباشر بين الجمهور نعم وبنطلع على الأقسام وطبيعة عمالنا نحن في دارة مكافحة للساد وأيضا يحتوي القسم على مسابقات للأطفال عندنا جوائز والردي فيه بعد نحن أي شخص نعم يعني من لازم أول نحن نشوف رحيم مع مشاهدين لقطات من المعرض اللي تم تتشينه اليوم واللي طبعا أعتقد أن هناك جهود كثيرة بذلت من أجل هذه المعرض وقبل شوية ذكرت أن فيه جمهور يستهدف هذه المعرض من هو الجمهور المستهدف؟ والله طبيعة نبتدي بالقطاع العام والقطاع الخاص من قبل المواطفين نعم والمواطنين وأيضا الجهة الشباب اللي هما من المدارس والطلبة اللي في الجامعات بعد من نستهدفهم لأنهما الجيل اللي بيطلع من بعدهم صحيح وينحتاجون هذه النوعية من التوعية نعم نعم نزيل فيه تفاعل من الجمهور تحسون مع الحملات اللي تقيمونها؟ والله الحمد لله حصار لنا تسع من 2009 نعم وإحنا باديين في هالحملة والله الحمد في كل سنة في تزاوية في عدد الزوار المعارض في التفاعل نعم أيضا نشوف التفاعل مو بس في المعرض حتى خارج المعرض جميل طب شون يتم قياس هذه النجاح؟ يعني حلو أن نحن نستشعر أننا سنويا في إقبال بزيارة ولكن كيف نقدر نحن نقيس نجاح فعلا هذه الحملات؟ والله في طبيعة عملنا نحن في الإدارة يكون أثناء الحملة نعم وبعد الحملة وقلال الوسائل العلمية اللي هي نشوف شون مشت الأمور في الحملة وأيضا اللي هو الأهم اللي هو بعد الحملة نشوف عدد البلاغات اللي توصلنا وعدد تفاعل الجمهور مع الخط الساخن اللي عندنا اللي هو على 992 نعم فنحصل فيه تفاعل كثير بعد الحملة هذه اللي هو المقياص حملتنا مكافحة الفساد حلو طيب ليش يعني إحنا من المهم أن نحن نحتفل في مثل هذه اليوم اليوم العالمي لمكافحة الفساد أهمية الاحتفال فيه طبعا توجيهات سيدي معالي لفريق الركن الشيخ راش بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية اللي هو صب جهة اهتمامه في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمين الاقتصاد والالكتروني وبتوجيهاته أيضا بالخطة الوطنية لمكافحة الفساد طبعا البحرين مواقعة مع الأمم المتحدة في اتفاقية مكافحة الفساد اللي هي من ضمنها أن نحن ننشر الوعي ونرفع من ناحية مكافحة الفساد وهذا اللي يخلونا أن نحن كل سنويا نقيم حافل حملة توعوية نكون مشاركين نحن المجتمع البحريني والدولي لأنه يصادف يوم عالمي تقريبا مكافحة الفساد في تاريخ 9 لسامبر حلو طيب هل في فعاليات ملازمة حق الحملة هذه على أساس أنه فعلا تاخد صداها الصحيح في الشارع البحريني؟ والله تبتدي عندنا حين مثل ما خبل تفضلت وعندنا المعرض اللي فيها في مجمع السيف في منطقة المنامة اللي في يشمل المعرض التوعية عندنا العديد من المحاضرات بالتعاون مع الانتربول وعندنا بعد مع هيئة البحرين السياحة والمعارض بنقيم عدد من المحاضرات على مستوى الوطني يعني بنشاركم في أكثر من قطاع في أعداد محاضرات في مكافحة الفساد ونشر التوعية فيها وعندنا أيضا بعد التقطية الإعلامية وشوفون الإعلانات في الوسائل المرئية والشوارع ففيزدياد بتشوفين فيها الفترة الأخيرة حلو التوعية مهمة التوعية اللي هو لازم يعرفون الناس بما هيئة الفساد عشان نقدر فعلن نحن نكافحها فمعنات أن وزارة الداخلية عليها مسؤولية كبيرة في أنها سنويا تطور حتى من طرق التوعية اللي تقدمها للمواطنين فهذا الشيء فعلا نحن قاعدين لحظة سنويا فشي اليديد اللي وزارة الداخلية سوتها هذه السنة في توعية الناس حول مكافحة الفساد والله اخترقائي صوير الموضوع نحن بعد في كل حاملة نطلب من الجمهور إذا في عندهم أي ملاحظات أو أي اقتراحات فنشوف ونفرز هذه الاختراحات وماشاء الله اختراحات الجمهور سواء من أن في بعضهم يطلب زيارات لدارتنا نعلمهم وأيضا توعية نسوي حق المدارس والجامعات وأيضا في الوزارات أن نحن نسوي له جزء بسيط محاضرة نوعي المجتمع وأيضا الموظفين عن كيفية ترفع مثل ما يقولون الأمان عندهم صحيح جميل طيب يعني من خلال درشاتنا قبل شوية ذكرت لي أن واحدة من الطرق اللي ممكن من خلالها تقيسون نجاح فعالية الحملات اللي تقيمونها الخط الساخن أكلمنا أكثر عن الخط الساخن الخط الساخن اللي هو رقم 992 نعم نحن نقدر نتلاقى أي بلاق عن أي معلومة تعلق عن فساد سواء في الغطاعة العامة أو في الغطاعة الخاص وتكون بشكل سري للغاية مثل شنو؟ مثل شنو نوعية البلاغات مثلا؟ يعني يتين نحن بلاغات عن سواء فساد داري ولا سواء فساد مالي نعم أي أن تكون المعلومة له بسيطة ليس سهل فيه المواطن أو الموظف نحن عندنا جراءات نمشي عليها لما نتحقق من المعلومة من صحاته من عدمه نعم بالضبط فمثل ما نشوف مع مشاهديننا رقم الخط الساخن مثل ما ذكرنا 9-9-2 صحيح؟ ونكرر على أهمية أنه هم لازم مثل ما ذكرت ما يستهنون بأي نوع من البلاغات بس خلينا نعرف شنو الإجراءات المتخذة يعني أنا الحين مثلا ورد اتصال إلى الإدارة أنه في مثلا خينقول بلاغ بخصوص قضية معينة أو مثلا خينقول شكوة معينة كيف تم التعامل مع هذه الإجراءات التي تتبعونها؟ طبعا أول ما نستلم البلاغ نتحقق من جميع المعلومات سواء من عندنا بالإجراءات القانونية أو ساعات بالتعاون مع الجهة نفسها سواء في الوزارة أو في أي قطاع أو أي هيئة ففي كل مثل ما يقولون معلومة لهكذا طريقة شون توصل مدى صحاته في بعض الطرق تكون سالسو في بعضها شوي يبيلها شغل مثل ما يقولون لكن إن شاء الله في الخيرة في المواطن اللي يتصل واللي يقيرتي على البلد نحن نقول له أنا ليه خاف وليه حاتي وصل المعلومة وبدور نحن مكافحة الفساد نقوم بواجه بالمواطن بالضبط يعني هذه الرسالة نبي نوجهها أن لا تخاف عزيز المواطن ولا يكون عندك شك في أن وزارة الداخلية وإدارة مكافحة الفساد راح تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وبكل الجدية على أساس أنهم يقدرون يحلون الموضوع بس يعني أنت ذكرت أن الإجراءات طبعا تكون تنوعة مختلفة على حسب نوع الشكوى تقريبا مدة اتخاذ الإجراءات أو مدة حل الشكوى هذه أو خلينا نقول مثلا المشكلة اللي واردة لكم تقريبا أقصى مثلا وكما يحسن المواطن أنه آنشتيكيت أو مثلا رفعت شكوى وما تم التواصل معاي والله يعتمد أختي يعني على نوع البلاق أو نوع المشكلة ففي بعضهم تكون إجراءات ما تأخذ له وقت طويل وفي بعضهم مثل معلومة عن الموضوع كبير فيأخذ له وقت لما نوصل صحة المعلومة وثباتها طبعا هي جريمة الفساد ومسهل ثباتها صحيح لكن بالتعاون مع المواطن في نغل المعلومات والجهات الرسمية اللي احنا بتعامل بيها ما شاء الله ما في أي عواقب إن شاء الله نعم جميل فهذا الخط الساخن طبعا هل هو بيكون متاح على مدار الساعة؟ طبعا الخط الساخن في اللي هو 9.2 خط نزوها 24 ساعة وفي كذا لغة مو بشرط بس بالعربي حتى الأجنبي أو المقيم اللي عنده معلومة يقدر يتصل على الخط نعم ويبلغ بأي معلومة بأي لغة هو عنده سواء الإنجلينزية سواء حتى اللغات اللي مثل ما يقولون اللي في المجتمع البحرين صحيح يعني هذه مبادرة طبعا تشكر عليها وزارات الداخلية وفعلا نتبين أن مكافحة الفساد ليس المقصود فيها فقط اللي هو بما يختص البحريني أو المواطن وإنما لجميع المقيمين حفاظا عشان نقول في النهاية على الأمن العام في مملكة البحرين يعني أنا ختاما في هاي طبعا اللقاء يمكن حاولنا أن نحن شوي نغطي مواضيع تخص طبعا اليوم العالمي لمكافحة الفساد ومبادرتكم الطيبة في توعية المواطنين لكن هل من رسالة ممكن نوجهها للمواطنين التشجيع حث على أنهم فعلا يتعاونون معاكم في هذا المجال ويلا إحنا أكثر شيء يخرع المواطن أو يخليه ترادة أن يبلغ على موضوع الفساد اللي هو الإجراءات القانونية اللي تتبع بعد البلاء صحيح هذي أكثر شيء يفكرون فيه للمواطن إحنا نقدر نقوله إذا رفعنا نحن الوعي عند المجتمع بيشوف أن الموضوع مو بهالصعوبة اللي هو يتخيله ومجرد إجراءات قانونية وفي كثير من الغضايا أن المبلغ ما يكون في الغضية خير شار اللهم نحتاج معلوماتك ومعلوماتك أنت الشخصية معلومات اللي تخص موضوع الفساد فأنا واتجه رسالة حق جميع المواطنين سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن يقدم المعلومة وخلي الجهة المختصة هي تقوم بالواجب وإذا هو كان متردل سواء في الإجراءات القانونية لبعد البلاغ أو في المحاكمة أو اللي وصلت النيابة العامة فلا يدير بال نحن مثل ما يقولون نقدر نخليها من مصدر سري ولا يطلع لا اسمه ولا معلوماته فبيكون في سرية تامة وبيتتعاملهم مع الموضوع بدون ما نرجع حق الموطن ويدخل في حيثيات ممكننا يخاف منها أيوة فأحنا تهمنا أكثر المعلومة اللي هو قد ما وصلت لنا معلومات أكثر كل ما خف الفساد عندنا وصار فيه خوف لدى الشخص اللي بيرتكب جرائم فطبعا أنا أرد أشكر طبعا هذه المبادرات لأن فعلا نحن نقول أن دائما مملكة البحرين مملكة الأمن والأمان وهذه المبادرات كلها اللي جعلها تكون فعلا هي أمن وأمان لجميع المقيمين فيها بس أنا ودي أرجع مرة ثانية بمعلومة لأن أعتقد أنها تفيد المشاهدين كلهم باردو كيرل على رقم الخط الساخن اللي هو 992 واللغات اللي ممكن اللي هو طبعا نتقدم بلغاتها نعم عندنا اللغة اللي هي العربية والإنجلينزية وحتى الأوردو في عندنا في مجال سعود فيه يكون موجود شخص يرد على اللغة حلو يعطيك ألف عافية ملازم أول محمد الوزان شكرا ومشاهدين من منصة الراي نشكر جهود كل العاملين في وزارة الداخلية على حرصهم الدايم في توعية الجمهور واهتمامهم بالحفاظ على الأمن العام ويا رب الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة ولدوم تبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق التنمية وحفظ الأمن العام نطلع فاصل